وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والرأي بمصر والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة مع حد باري للدراسات الزراعية المتوسطية بشأن مشروع المعرفة المائية كما وافق المجلس على منح الرقصة الزهبية لعدد ثمانية مشروعات استثمارية من بينهم مشروع تنافزه شركة مصر للهايدروجين الأقدر ويتمثل في إنتاج الهايدروجين الأقدر من محطة إنتاج بقدرة مئة ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة سويسا ويوفر المشروع فرص عمل لنحو مئة عمل بتكلفة استثمارية تبلغ 135 مليون دولار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة